مرحبا أعزائي التلاميذ درسنا لهذا اليوم من كتاب الاجتماعيات الصفحة 47 ثالثاً العراق مهد القوانين والتشريعات تتصف حضارة بلاد الرافدين بصفات عظيمة من أبرزها الشرائع والقوانين التي ابتكرها العراقيون القدماء وتعدوا من أقدم الشرائع في التاريخ الإنساني وشملت كل نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية والتي تؤكد على أولاً وجود مجتمع مزدهر ومنظم يسوده النظام والقانون ثانياً احترام العراقيين القدماء للطقوص الدينية وعبادة الآلهة ثالثاً الإيمان بقيم العدالة وحماية الضعفاء واحترام المرأة والطفولة ومن أشهر الشرائع العراقية القديمة شريعة الملك البابليح ومرابيه فقد أوجد تلك القوانين من أجل نشر العدل ومكافحة الفساد والقضاء على الشر والغش ومنع القوي من اضطخاذ الضعيف والسعي لخير الشعب ورفاهه ومعاقبة كل من يسرق أموال المعابد أو أموال المدينة المال العام بأشد العقوبات وفرض الغرامات الكبيرة على السارق تصل إلى ثلاثين ضعفاً من قيمة الأموال المسروقة بالإضافة إلى العقوبة البدنية وقد نقش حمرابي شريعته المؤلفة من مائتين واثنين ثمانين مادة قانونية على مسلة من الحجر الأسود باللغة البابلية وبالخط المسماري وفي القسم الأعلى منه نحت بارز يمثل الملك البابلي حمرابي يقف أمام إله الشمس شمس وهو إله العذالة أيضاً بخضوع يتقبل منه الشرائع والرموز العدل وتعد قوانين حمرابي من أنضج وأكمل القوانين العراقية القديمة لأنها تمثل إرثاً وطنياً وهو جزء مهم من العطاء الذي قدمته أمتنا للحضارة الإنسانية على صعيد الفكر والقانون وبناء الدولة وتنظيم العلاقات الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان حتى وقتنا الحاضر وفي هذه الصور نلاحظ ما سلت حمرابي وكذلك في الصورة الأخرى حمرابي يتسلم الشرائع من إله الشمس وفي هذه الصورة أيضاً نلاحظ تمثال إله الشمس وبوابة عشتار التاريخية الشهيرة رابعاً بلادنا مهد الديانات والمعابد تعد بلادنا من أقدم البلدان التي ظهرت على أرضها الديانات وأنشأت فيها المعابد المقدسة لعبادة الآلهة في كل مراحل تاريخها القديم وهذا يعكس ازدهار الحياة الدينية لسكان بلاد الرافدين وإيمانهم العميق بالتعاليم الدينية فقد كان لكل مدينة سومرية معبد خاص بها وكانت المعابد تقام على أماكن مرتفعة تسمى الزقورات لحمايتها من الفيضانات المتكررة ويتم الصعود إليها بسلالم عريضة مبنية من الطابوق ذي الحجم الكبير وهنا نلاحظ في الصورة زقورة أور وكذلك ملك سومري يحمل سلة الطين لبناء أحد المعابد وفي الصورة نلاحظ الآلهة العراقية القديمة وكذلك معبد في مدينة الخضر كانت بناية المعابد من أقدم المباني التي نمد وتركزت حولها أولى المستوطنات البشرية وأصبح المعبد مركز القرية أو المدينة في العراق القديم ومدار الحياة الدينية والاقتصادية والاجتماعية لقد عرف العراقيون القدماء نوعين من المعابد وهما المعابد الكبيرة أو معابد الدولة التي تتميز بسعة مساحتها وتعدد غرفها والعدد الكبير من الكهنة والعمال الذين يعملون فيها والمعابد الصغيرة التي اختصت بعبادة إله واحد فقط ومساحته صغيرة قد لا تتعدى مساحة البيت العادي وتذكر المصادر الأثرية وجود 153 معبدا كبيرا في مدينة بابل وحدها ومن بينها معبد الإله الشمس وكذا كانت بيوت العبادة الماندي لطائفة الصائبة المندائيين تتكون من القصب والطين والتي تقام على ضفاف الأنهر لإقامة الطقوس والمراسيم الدينية وتعدوا الديانة المندائية من أقدم الديانات التوحيدية التي انتشرت في جنوب العراق وفي الصورة نلاحظ أبناء طائفة الصائبة المندائيين وهم يمارسون شعائرهم الدينية منذ القدم لم تكن المعابد الأماكن للعبادة فقط بل كانت واحد تمتلك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي يعمل فيها المئات من الفلاحين والصناع ثانيا تمتلك المعابد عددا من المحلات التي تستخدم للصناعات اليدوية الضرورية للحياة لحياة المعابد كالحياكة وصنع المنسوجات وطحن الحبوب كانت المعابد مراكز للعمل والإنتاج والتعليم وإلى هنا نأتي إلى نهاية الدرس وشكرا جزيلا لكم يرجى الاشتراك في القناة